بعد فشل محادثة موسكو الأخيرة بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج تتجه الأنظار هذه المرة إلى مؤتمر برلين الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طالب في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بتقديم دعم قوي لمؤتمر برلين حول ليبيا جوتيريش رحب بنعقاد مؤتمر برلين الذي سيشارك فيه وشدد على أن هذا المؤتمر الدولي يرمي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع بليبيا والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار الليبي الليبي الأمن العام دعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى دعم قمة برلين للحد من التدخلات الخارجية في النزاع الليبي مجددا التحذير من أن أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد وأعلنت ألمانيا عقد مؤتمر برلين في التاسع عشر من يناير الجاري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الدول الداعمة لطرفي النزاع وتلك المعنية بشكل أو بآخر بعملية السلام اشتركوا في القناة